السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبائي اه غادي نرجعو لنخدمو الدرس ديال المصادر درس ديال المصادر غسن عرفو بعدها شنو هما الانواع ديال المصادر او شنو هو المصدر المصدر هو اسم يدل على حدثين مجرد من الزمن يعني غير مقترن بزمن كيفاش غير مقترن بزمن يعني مثلا قد نعطيكم مثال قد نعطيكم مثال هوا دخل المصدر دياله هو دخول الدخول الدخول كين في الماضي دكو يدخل يعني المضارع ديال دخل يدخل تهو المصدر دياله دخول اذا في المضارع اذا هاد المصدر ديال دخول غير مقترن بالزمن ما كيهمه لا ماضي ولا مضارع بحل بحل سواء في الماضي او لا في المضارع المصدر كيبقى هو الدخول دخل دخولون يدخلوا دخولا ما كنش مشكل انه يكون في الماضي او لا يكون في المضارع معناش المشكل اذا المصدر من حيث التركيب قد يكون اما محل بال التقاسم الدخول يقدر نقول دخول وقدر نقول الدخول يقدر نقول تقاسم وقدر نقول التقاسم يقدر يكون مضاف مضاف الى فاعله او مفعوله مثلا تواصل الاسرة يعني كيكون مضاف الاسرة دخول الترميدي نزيد عليه واحد يعني هو معرف بالاضافة اكل الطعام اذا معرف بالاضافة اللي ان المضاف يكون في الاصلي فاعل او مفعول به كيكون منوان في التنوين اطعام قال تعالى اطعام في يوم دي مصغبة يتيما دا مقربة القرآن هدا اطعام هاد اطعام على وجد اه يعني اه 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 مصدر نشوفوا الاوزان اللي اه بالسبب الافعال القياسية هنعرفو علش قلنا اطعام اطعام هنا هنشوفو قلنا بان المصادر هو المصدر واسم يدل على حدث مجرد من الزمن ما دل على معنى مجرد من الزمن بخلاف الفعل الذي يعرفو او لا يعرفو على انه على انه حدث مقتر بزمن معين الفعل كي الماضي كي المضارع المصدر ما كيهمناش يكون مع دولة مدارع كيما قلنا او لمستقبل مثلا الدراسة حدث غير مقترن بزمن محدد فهي مصدر صريح الدراسة سواء كقولوا دراسة 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 ويدرس دراسة يعني كيما قلنا قبيلا المصدر ما كيتبت درش من الفعل دراسة بينما دراسة يدرسوا ادرس فهي احدث تدلو على ازمنة مختلفة يعني ان الفعل ماشي بحر المصدر الفعل فهو يكون مقترن بزمن اما المصدر فهو ليس بمقترن بزمن نشوفو دبا مصادر الافعال التلاتية اذا احنا كنعرفو بان الافعال كين تلاتية رباعية خمسية سوداسية يعني انا دوم انواع الافعال اللي كينين في اللغة العربية اذا الافعال التلاتية مقسم الجوج كين اللي سماعية غير قياسية اللي لا يقاس عليها يعني ما عندهاش قاعدة لا تحكموها قاعدة عامة ما عندهاش قاعدة انما الغالب فيها السماع انتو بزاف متلا عاجيش نقول لك انا اعتبني خارجا خارجا خروجون امر امرون احنا نشوفو اللي كي كنوا عارفينو احنا يبس السماع حافظينو يبس السماع وكان عارفهم اللي كنكونو كان قرروا بزاف كتوبة كان عنا مع المعجام عارفين اه يعني اه قادرين ان احنا غير من طريقة دراسة وقراءة دينا كنكونو حافظينهم انا من اقول لكم خارجا تقولوا الخرج يعني معروفة الخروج المصدر الاصلي للافعال الثلاثية المجردة تأتي على وزن فعلون مصدر الاصلي تأتي على وزن فعلون ولكن عدل بكثير من مصادرها عن هذا الاصل وبقي كثير منها على هذا الوزن مثال على ذلك مثلا خرجا وقش خرجا 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 ولا خرجا خرجا خروجا عندك وقش خرجا 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 خرج فعل. ذهب ذهب على وزن فعال. سأل سؤال على وزن فعال. سهولة على وزن فعولة. اذا هادو هادو اللي هما سماعية اللي احنا حافظينهم معدنا الشقاعدة مضبوطة كتضبطنا هاد الافعال هادو. يعني احنا كنعرفوهم بالسمع. واخر. كين افعال ثلاثية? اللي هي قياسية. ممكن هنا احضرنا على افعال الثلاثية اللي ماشي قياسية. نشوفوا الافعال الثلاثية اللي هي قياسية. قياسية معنية انها يقاس عليها. عطينا واحد القياس. اخسر نعرفوها من واحد. انا غنعرفوها يعني من من دلالة ديالها. شنو هي هاد الافعال? هناك بعض الافعال الثلاثية قياسية تحكموها قاعدة عما نذكروا منها. الفعل الثلاثية مجرد يعني ان مثلا الكلمة اللي كان مثلا استخرجها خرجها. هذا كل مجرد دياله. فعل مجرد يعني كيكون مزيد كيكون مجرد يعني الحروف الاصلية دياله. اللي كيكون في المعجم. فلحة. نجرة. زرعة. حاكة. شنو كيتب لكم هنا بان فلحة كيفلح. نجرة كينجر. زرعة كيزرعة. حاكة كيحيك. ايدان شنو? ايدان القاعدة. ولكن دب احنا ولينا عارفين القاعدة. مثلا فلحة. فيلاحة. اقنا الفلاحة. والصناعة والتجارة. تجارة تجارة. صناعة صناعة. صناعة صناعة. فلحة. فلاحة. نجرة نجرة. زرعة زرعة. حاكة. حياكة. لقد عارفينهم. غدا بولي ناك نعرفو على شتقالة حيكا لأنها تدلو على حرفة على حرفاتين على حرفاتين كان عبتاني في التولاتي ليو الأصل ديرو مجرد غلا فازا فارا مشي فازا فارا فارا طارا جالا حركة تحرك تقلب تقلب اضطراب يدلو على حركة او تقلب اضطراب إذا مليك تكون الفعل يدلو على حركة او تقلب اضطراب فكنديرو على وزني فعلان ليهو غلا غليان فارا فوارا طارا لماذا قلنا غلا غليان وفارا فوارا لأن غلا يغلي كردو المضارع وكان عرفو واش نديرو لولوا او نديرو لوليا كردو المضارع غلا يغلي فارا يفورو طارا يطيرو طيران جالا يجولو جوالان نتمنى انكم تكونوا فهمتوها على وزني فعلان ولكن باش نقدرو نعرفو واش هو اولاليا كردو هدا المضارع انشوفو دابا الفعل ثلاثي المجرد سعالا صدعا عتسا اتقول سعالا حسعل صدعا رسوك يحرقو عتسا اتشن اذا هدا كيكون مرض يعني هاد افعال كيدلو على مرض انك يكونوا كيدلو على مرض كنديرو له فعالا على وزني فعالا اتقول يوم سادا وحنا كنعارفوها مش حالا دي عتسا عتسون سعالا سعالا صدعا صدعون انتو بعارفينها ولكن مزيلا انكم دا بتعارفو شنو هي القاعدة ديالها باش سمينها سعالا لاش ما قلنا اشي سعيلون او لا صدعون او لا عطيسون وقلنا سعالا اذا كينا واحد القاعدة هاد القاعدة هي انه اللي كيكون عندك الفعل الثلاثي اللي كيكون كيدلو على مرض فكيكون على وزني فعالا هاد هي القاعدة اذا ان دا بنتو ما لقيتوا سعالا هاتوا تكتبوا فعالا واتقولوا بانك يدل على مرض فكيكون عواء صراخن سهالا سهلا فكيكون نقا نقيقون هادو من الاسماء الاسوات ديال الحيوانات اذا وكينصرخات الانسان ممكن يصرخ اذا هاد الصوت هادا اذا كانوا الافعال كتحسوا بانهم كيدلوا على صوت هادو ستعقلوا عليهم كاملين هاتشوف الفعل الثلاثي غتقول حرفة لا حركة لا مرض لا صوت اه صوت هادا لون هنا نكمله اذا عواء عواء الدئبي اه صراخن 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 طفلي سهلا صهيلن صهيلن فراسي نقا نقيقن نقيق الدفادعي هادو الاسماء الاسوات ديال الحيوانات اذا كي اللي كيكون على وزني فعال بحال صهيل هادو كيكونوا اغلبية كنكونوا كنعرفوهم احنا يا هاد الاسماء هاد الاسماء هاد الاسوات ديال الحيوانات كنكونوا عارفينهم كين حفيف كين مهم كين بزاف حميرة حميرة كتقول حميرة شون جاي جاي من الحمرة جاي من اللون اذا حميرة لأصل ديال الكلمة ديال الحمرة هي حميرة لماذا لانها تدلو على لون كين خادرة كين صفيرة يعني ممكن انه فيما يكون عنا شي حاجة نحسوا بان كين تم اللون كنقولو فعلا على وزني فعلا اذا كين عمية عمية وعما من عينو عرجة هي عرج مرجلو عاورة هي عور من عينو اذا كيتسماء عيب في الانسان يعني واحد المرض اللي هو كيقولو مثل معيوب معيوب من عمير مرجلو معيوب من عينو معورة اولا معمية هدا كيتسماء يعني عيب في الانسان يعني شي حاجة لي مش مش كاملة مش عيب زي ما حيت عيب ولكن عيب انه غير انسان غير كامل هنا اذا اذا كيكون عندنا العيب فكنديرو على وزني يعني يصاهو يصاهو مصدر على وزني فعالون 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 اولا فعالون اذا عمية عميون عرجة عرجون اولا عرجون اولا عويرا عورون اولا عويرا عورون اذا كيكون امريكا نتسنتو اولا كنعرفو ذاك الفعل كالقواكيد دول على امتناع او رفض اذا مثلا ابا نفارا شارادا جماحا هادو كيدلو على انهم شي واحد مثلا لي شرد لي شارادا اللي ما بقاش بغي يبقى مشي مع حدا ما زاك تقولو مثلا الغنم شاردات يعني انها مشات هربات جماحا انها كنقولو مقدرش يكبح الجماح ديال حاسد ديالو جماحا او مثلا هي كنقولو الجماح كين ابا 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 انا ابيتو رفضتو يعني هادو كمين كيكون فيهم الرفض والامتناع فكيكون على وزني فعال عن ابا اباء نفارا مفارا شاردا شيرادا جماحا جماحا كين رحلة رحلة اليوم لي كتكون كترحل فانتك تسير اذا سيرون رحلة رحيلون على وزني فعيلون يبسة مليحة هاد يبسة معنى دياله تابت يعني شي حاجة لي يبسة ملعوش ما غتعوش تطلق وشي حاجة لي ملحات لي تملحات ما غتعوش تحلى مثلا مليحة هاد يحطيتو فيها الملحة ما يمكن لاش تحاود يعني كيكون معنى تابت اذا نملي كيكون عنا شي كلمة شي فعل معنى تابت فكا نعملو يصاهو المصدر ديالو على وزني فعولة يعني مليحة ملوحة يبسة يبوسة اذا هنا هاد يرجعون هاد ينشوفو فان لم يدل الفعل على معنى من المعاني المذكورة لا حرفة ولا لون ولا عيب ولا دوكمين فقياس مصدره يكون غالبا على الاوزان التالية اما فعلون او لفعولون او لفعولتون او لفعالتون كتبا كتابتون صافي؟ عذبا عذوبتون ذابلا ذبولون امارة امون مثلا هنشوفو دابا هاد الامثيلة اذا هنشوفو هاو من الامثيلة ديال هاد الشي هادا اذا هنشوفو اخده امينه نصره ساميعه فتحه اذا هنه كيباش كيجيكم هاد الفعل هادا هاد الفعل هادا هوا فعل متعدي هتقول ليه اصد انسينا شن هو الفعل متعدي وشن هو الفعل اللازم وانت دا بك اتطرنا على الفعل اللازم هنا احنا باش عارفين حنا ما بحيناش عارفين قال الفعل اللازم شن هو ما عليش هتقول لكم ماما امل انا مكن لست حاجة هدي انجلكم الفعل الثلاثي المتعدي هو الفعل الذي يتعدى فاعله الى مفعول به هنتكم مثال شرح الاستاذ الدرسة ما تقول لكم شرح الاستاذ واتفهموا شي حاجة شنو شرح الاستاذ شنو شرح الاستاذ هنقول لكم شرح الدرسة اذا كان هاد الفعل هادا لازموا يتعدى للمفعول به لكي نفهم الفعل فكي تسمى متعدي يعني انه يتعدى فاعله الى المفعول به يعني ممكناش نفهم الجملة الى ما زدنا لاش كلمة اخرى انا شوفوا مثلا هنا في اللازم يكتفي بالفاعل مثال خرج التلاميذ الى خرج التلاميذ رأى خرجوا التلاميذ ما محتاجاش نزيدك جملة باش تقولوا باش تعرفوا شنو داروا التلاميذ تلميه تخرجوا مفهومة حقيرا قلتك شرح الاستاذ ماذا شنو شرح الاستاذ كيبقى دائما كنتظر انا اخذ متعدي امينة متعدي نصر متعدي سامعة 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 تلميذو ماذا؟ صوتا إلا ما قطيروش الصوتا ما عاديش يحطك ما عاديش تفهم الجملة سامعة الكلامة سامعة السراخ فتح الباب فتح التلميذو ماذا فتح إلا قطير فتح الباب رائع امفعول به فتح وهو الباب كيكون اذا متعدي يعني دائما في حاجة ها الافعل هدو في حاجة الى مفعول به لكي يعني باش يقدروي لكي نفهم الجملة اذا هدك يكون متعدي اذا كان هادي الفعل متعدي كنتشوف انتم الفعل التوليتي واشل انا قدتكم جملة واحدة اولاك يقولكم جيبوا لي من النص. اذا لك الفعل متعد فقط ننصغوا المصدر على وزن فعلون اخد اخدون امينة امنون نصر نصرون سمع سمع فتح فتح. اما اذا كان الفعل الثلاثي لازم ممكن ان نفهمه بلا مفعول به. مكسور العين. شنو مكسور العين? هادي فاعلة. اذا هادي العين هي مكسورة. هالتاعيبة. انا هل عندي لكم مثال هنا يا. ايلا غادي نجيب غادي نديرو غادي نديرو اه ايش نقولنا? تاعيبة. 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 هالتاعيبة اللي جينا نطبقوا عليها. يعني نشوفوا الوزن دي الفعل هو فا ع فاعلة. فا عي لا. اذا انت معرفة والع معرفة والب معرفة معلم. داكو. اذا هذا هو الفعل وهذا هو الوزن ديالو. هنا باش كان قوم يتسمعوا مكسور العين. يعني العين ديالفعل ديال الوزن ديالفعل مكسورة هاي. انا فاعلة هنا تاعيبة. اذا لكن عندنا العين مكسورة يعني فيها الكسرة. فكيكون عندنا على وزن فاعلون. تاعيبة تاعبون. وجيعة وجعون. طريبة طاربون. فريحة فرحون. طبي? هدرنا هنا على مكسور العين. يعني ان العين مكسورة. قال لك لازم مفتوح العين. يعني هاد العين هاد الحرف الوسط. مفتوح في الفتحة. قاعدة قعود. اذا كان مفتوح العين كيكون على وزني فعولون. قاعدة قعودون. دخل دخولون. جلس جلوسون. سجادة سجودون. خارجة خروجون. طبي؟ اذا بازل احنا في الفعل التلاتي. إلا كان عندنا الفعل معتل العين. يعني هنشوفوا معتل العين. اذا هنجروا صامة. هنجروا الوزن دي الفعل. فعلة. اذا الصد مع الفعل. والالف مع العين. والمام مع اللام. اذا هاد العين هادا هو اسم علة. اذا معتل الوسط. اسم العلة هو الالف. هو واي. واي. الوا والالف هادوما. حرف العلة. اذا هنا هنجروا نعرفوا بان الصامة. فكان هو فعل لازم. ولكن معتل العين. يعني لسه دي الحرف العين. لكن في الوزن دي الفعل. فهي اه. اه. لان من الحرف العلة. اذا كان هكده. هاد الحالة دي كيكون اما على وزني. فعال او فعل. حال بحال. صامة. ممكن نقوله صيام. ممكن نقوله صوم. صيام او صوم. يعني ان المصدر يصعه على وزن فعال او فعل. غنشوفو دابا. الى كما قلنا نقبل على الملوحة. عجل نشوفو دابا. الى كان هاد الفعل لازم. ومضموم العين. يعني في الوسط. في الوزن دي الفعل. اه. الوسط دي الفعل. اه. يعني. مجرد. فاك يكون مضموم. اذا مالوحة. فاعولة. مالوحة. مالوحة. عدوبة. صاعوبة. بلوغة. بلوغة. كاروما. اذا كان عندنا مضموم العين. كيفاش كيكون عندنا الوزن. على وزني. فعولة. فعالة. فعال. مالوحة. 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 عذوبة. عدوبة. صاعوبة. صعوبة. بلوغة. مالوحة. 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 كرومة ولا كرامة كيرا كرامة كرما كرامة 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 اذا هذا هو القياس ثابت في مصدر فعل ثلاثي وما غير ذلك فهو سماعي يعني لما كان شهاده لما كان شهاده فغير ذلك فهو سماعي يعني ما يمكنش نقولو بأن قياسي هلنشوفو دبا الأفعال غير ثلاثي هنشوفو الأفعال غير ثلاثي هات الأفعال غير الثلاثي هي دايما قياسية لأنها قلنا بأن فقط الأفعال الثلاثية هي لكي يكون فيها القياسي والسماعي أما الأفعال غير التولية كلهم قياسية يعني كتعتمد على القاعدة لها أوزان يقاس عليها كينا هناك قاعدة نطبقها على كل الأفعال التي تشبه ذلك الوزن إذن اللي كيسمع الغير التولية كيف يفهم بأنك نهضره على الرباعي والخماسي والسداسي نبدو بالرباعي نعطوه ميتال الأول كي الميتال واحد ميتال جوج ميتال داتا ميتال أربعة أفعال إفعال أكرم إكرام أورد إراد أورد إراد إذن عنا ثلاثي مزيد بالهمزة إذن هذا فعال كنزيد للهمزة كيقول لي أفعال إذن هذا ثلاثي مزيد بالهمزة معتل الفاء إذن كان هذا الفاء حرف علة البلصة الفاء يعني أورده الوزن ديال الفاء الأورده هو أفعال إذن المكان ديال واو هو الفاء الفاء إذا كان المكان ديالها فيه إما آلف أو لا واو أو لا ياء فهنا كيتمو فيها حرق كيقول لي معتل يعني الفعل كيقول لي معتل هنا حيتاش رباعي غنشوفو معتل آش لقيناه معتل الفاء يعني هاد الواو كينا هنا شنو كنديرو الهمزة كنديروها مفتوحة لي كتكون مفتوحة في الفعل يعني أف أورده شنديروها تصبح مكسورة في المصدر أفعال إفعال أجن تبقوه على أورده أو أفعال أورده إفعال إيراد ما غاليش نديرو طبعا هنا يسكن للتخفيف وغالينا إيراد عندما نقيصوا المصدر أوردة أورده إيراد أورده إفعال عندما نقيصوا المصدر أورده أوردة إيراد أورده إفعال ولكن أورده مكينه جيد أسعى تقيلة إذاً بما أن الواو قبلها كسرة غير مناسبة هذا الواو قبل منها كسرة فشنو كنديرو نقليبو هاياء إيرادون هذا غي شرحت لكم علش لقينا إيرادون علش لقينا إيرادون هكذا حيتاش حيدنا الواو ديال الواو ديال الواو ديال الأورادة حيت أورادة من يجينا نديرو اورادون جد ثقيلة حيتنا الواو وقلبناها ياء وطبعاً هايكينا في الطرس وطبعاً هايش نصوروها نصيف طوركم بشي يبقى لكم تقدرو تراجعوا عليه نشوفوا المثال الثاني بالنسبة للفعل أعطى هو معتل آخر طبعاً في حرف علّة في الآخر قلنا حرف العلّة وهي و يون و والأليف و الياء إذا هذا ما الحرف العلّة إذا هنا عنا حرف علّة في الآخر إذا هذا الفعل الربعي معتل الآخر أعطى إعطاء هلاش قلنا أعطى على وزني أفعالة أفعالة قلنا أفعالة إفعالة إعطاء إفعالة أفعالة إفعالة حذفنا هذا هادي و وضخنا آليف و الهمزة هذا هو الشانجمول لدينا شوفوا المثال الثالث بالنسبة للفعل المضعف الفعل المضعف والفعل اللي فيه الشدة اللي فيه هاد الشدة هادي اللي فيه التضعف نمّا على وزني فعالة المصدر يكون تفعالة إذا عنا فعالة فكي يكون المصدر هو تفعالة أجين تبقوها على نمّا نمّا إذا هنا عنا جوجد الميم داخلي مع بعدياتهم إذا جينا ندير التفعالة إذا تنميها نحنا ندير لكم مثال سوف تشوفوا عنا نمّا عنا نمّا إذا عنا فعالة إذا فعالة قلنا تفعيلة تفعي تفعيلات سوف نتبقو إذا سوف ندير تا الفا الفا هي النون إذا سوف نديره هنا تا إذا عنا الفا هو النون الميم هو العين إذا سوف ندير الميم المشكون هي هي اليا إذا سوف ندير اليادي وندير التا إيش نقرنها تنميات تفعيلات تنميات نتمنى تكونوا فهمتوها إذا نمّا هي فعالة هذا النون هذا هو الفا الوزن دي الفا الميم هو الوزن دي العين اليا نمّا الألف مقصورة الوزن دي اللام إذا أضعنا التا لأننا قلنا على وزني تفعيلة أضعنا التا دي النهي اللولة الفا هو النون أضعنا النون العarm هو الميم هنا تمام الميم مليون خلما سوف نقرن والميم مليون مليون الوزن دي الألف مقصورة مليون الوزن الوزن دились مليون تنميات الوزن الوزن الآلف مقصورة تفعيله. اذا تربيه. هيا رحنا نقول ربا تربية. نما عرفين ها التنمية والك الأصدية لا كيفاش احنا عرفنا هذا. هنشوفوا المثل الرابع المثل الرابع بالنسبة للفعل مزيد بالتضعيف. على وزن فعله ويكون مهموز. هنا لقينا نما وعندنا الف مقصورة. لهذا هذا على وزن فعله ولكن الالف كان الالف هادي. ماشي الالف هادي من الالف هادي المهموزة. الالف المهموزة. في اخري همزة. المصدر كيكون على وزن تفعيل وتفعيله. بجوجه. اما تفعيل او لا تفعيله. اذا جزئة هي اما تجزئة او لا تجزئة. ونفط طريقة اللي درنا الهادو هاو ما. هادي نديروها حتى الهادو. تلجزئة. جزئة يعني تجزئ. هادي نقبضه. تا. هنحطو التا. جا. هادي نحطوها بلصة نيا. الزين زين. هنطلو بلصة العين. واليا. هنطلو بها. هادي نديرو اه على وزن التفعيل. تزدي. اذا اللام هو الالف. اذا الالف طبعا ما غديش نخليوها هكا. ما غدي نديروها على على الهيئة. اه يعني الهمزة غدي نديروها على على السطر. وكذلك مع تجزئة. اذا اذا كان مزيدا بالتضعيف على وزن فعالة. يكون صحيح الاخر ما عندوش ما فيه لا 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 تحاجة. لا لا ما يكون مضعف ما يكون اه فيه مهموز ما يكون تحاجة. اذا المصدر كيكون على وزني تفعيل. اذا كان صحيح يعني جميع الحرف ديال الفعل صحيحة. معناش كالواو معناش الياء معناش الالف. اذا صحيحة. اذا كيكون على وزني تفعيل. حتى ما تحطيم قدر تقدير. اه 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 سلمة. تسليم. صحيحة. هادي نرجع نشوفو. عب تاني. الرباعي نزل مسلين اشمع. قلنا الرباعي كين من غير هاد الرباعي اللي شنا كين. كين اكرمة. اكرمة. ابدعة. على وزني افعالة. اذا كان تولاتي مزيد بالهمزة صحيح العين. اذا هادا اكرمة. هو الفعل كرمة. زيدنا له الالف اذا ولا مزيد. متسمع مزيد غتكون فعل تولاتي زيدنا له شي حاجة. اما زيدنا له واحد الحرف كي واللي رباعي. اما نزيد له جوج حرفي واللي خماسي. او لا ثلاثة الحرفي واللي سوداتي. الستة خرجة. 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 خرجت فيها ثلاثة الحرف. اذا زيدنا له الستة. اقول لي فيها سوداتي. ما يبقىش تولاتي. اذا هنا حنا دا باخداميني مع الرباعي. اذا غنشوفو. ان هذا تولاتي. زيدنا له مزيد بالهمزة. زيدنا له الهمزة. ولكن ما عندوش حرف علا. العين دياله. شنو هي العين دياله هي. هي افعالة. هي الرا. الرا صحيحة. ماشي حرف من حرف العلة. علاش. لان ملي غنجيبوا الاعانة. القوا بان العين معتلة. فيها الالف. يعني فيها حرف العلة. انشوفو اكرامة وابدعها. هذه يعني الرباعي اللي ما فيش حرف علة. اللي صحيح. صحيح العين. كيكون على وزني افعال. اكرامة اكرام. اسلامة اسلام. انشوفو لما الادة هاد يعني هاد العين يعني البلسة التالتة. غادي تكونش ما تكونش صحيحة. وانا ما غا تكون معتلة. فيها الالف. او فيها فيها حرف من حرف العلة. اذا شنو قدروا هنا. قدروا على وزني افعالة. على وزني افعالة. هادي غادي نحاول تغيين ديرها لكم. على الشكل بحسب كورا. اذا. عدنا اعانة. يعني الوزني افعالة. ياك. اعانة على وزني افعالة. اذا. غا نشوفو. قلكة دي لك كانت عندك اعانة. وكان هذا معتلة العين. لان هاد البلاسة هذه معتلة اذا شنو غنديرو على وزن قلك ايف على هدول وزن المصدر انطبقوها هنا اذا غنديرو ايه? الفافين هو هي العين العشكون هي هي الالف المشكون هي النون والتأخرز ديال المصدر هي اعانة 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 على وزن افعالة اذا حدفنا الالف ديال اعانة حدفنا الالف وعوضناها بالتأخر كلمة يعني هاد اعانة افعالة على وزن افعالة طبقنا عليها احنا طبقنا عليها هاد الخدمة هاد اعانة المضارع ديالها يعينه اعانة يعينه يعينه هاد الياء رح كان ممكن تكون اعيانة ولكن ما يمكن لاشي تخفيف رحضناها اعانة قليبات الياء اعانة لما في الول غنديرو لها اعانة يعني كانت اعانة كرتوها المضارع وكانت طبقوا ما اللي يبغيو من يبغيو نجربو نشوفو هاد افعال اللي فيهم الاليف ولي كيكون فيهم حرف العلة كرتوهم المضارع ديالهم باش نعرفو واش نديرو الاليف ولا نديرو الوا ولا نديرو الياء او شنو نديرو واخران شوفو دابا الفعل الثالث اللي هو اعطى اعمال ابدعه اذا هذا تولاتي مزيد بالهمزة اذا وتولاتي ولكن فيه الهمزة اذا رباعي لي وتولاتي مزيد بالهمزة معتل اللام افعاله اذا هنا هذا معتل اللام انا دلتكم الشرطة هنا معتل اللام يعني افعاله اللام بلسط اللام كين حرف علة اذا شنو كنديرو اعطى اعطاء على وزني افعال اعماله اذا كان مزيد بالهمزة ولكن صحيح اللام بلسط اللام كينه اللام في حاله او لك يعيكونش حرف اخر ليو صحيح اذا هنا كنديرو في جميع الاحوال كنديرو افعال على وزني افعال يعني اعطى اعطاء اعماله اعماله ابدعه ابدعه يعني مكنش المشكلة هنا مكنش المشكلة يعني انا شوفو لكونيا عيد Bridge 09 Evans 09 Evans 20 على وزني فعاله كله ما هدو على وزني فعاله اذا من transparency فعالة حتى ما كيكون مزيد بالتضعيف صحيح الاخر حتى برضو بلكم ان الفعل كيكون في حرف علا كيتبضل الشغل وكيبقاش دك شي اللي كنديرو اذا الى كان صحيح كله صحيح صحيح الاخر فكنديرو على وزني تفعيل حتى ما تحطيم علا ما تعليم ولكن لما كانش على وزني ربا تربية على وزني تفعيلة ولا تولية اذا على وزني تفعيلة اما لك المهموز الاخر في الهمزة هو مضعف في الهمزة اذا كان قوله على وزني تفعيل او تفعيلة تبري او تبرئة تجزي او تجزئة صحيح انا شوف ده بالفعل الرباعي اللي كيكون على وزن اه فاعلة يعني هو مزيد بالالف الاصل دي الفعل هو قتلة حسبة ولكن دي كان زيده الالف كيولي رباعي ولكن رباعي بمزيد بالالف اذا اذا كانت عندك رباعي مزيد بالالف فكن المصدر كان نصيغوه على على وزن فعال او مفاعلة قاتلة قتال او مقاتلة حسبة حساب او محاسبة هادو ركنستعملوهم دائما غير احنا دابا اللي ناك نعرفو مني جايين هادا شنو القاعدة ديالك الكلمات اللي احنا كنتقوم معرفينش اليوم ولا هنشوفو دابا هادا رباعي اه هادا رباعي اما كيكون هكدا يعني مجرد يعني ماشي مضعف ما فيش تضعيف طمانة يعني ما كينش كاع كين الهمزة هنا طمانة طمانة اذا لكن فعالة على وزني فعالة 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 طمانة طمانة ولكن هاد زلزلة كالقاوهات الحرف كيتعاود هنا وهاد اللام كيتعاود هنا اذا كان هذا يعني هذا الرباعي الفاء دياله واللم دياله يعني فعالة الفاء واللم دياله من نفس الجنس اما كان ديروش حالة اما فعلال او فعلالة اما زلزال او زلزلات فعالات اذا زلزلة زلزال او زلزلات طمانة طمانة بعثرة 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 صافي اذا في كيكون عنا المشكل في الرباعي اللي كيكون صحيحه ما فيش تضعيف إلا كانوا عنا الحروف كيتعاودوا فهنا يجوز الوجهان تقدر تعملوا على وزن على وزن فعلال وعلى وزن فعلالة وخا نشوفو الناعة الثاني سارينا مع الرباعي نشوفو الخماسي هاد الفئة الخماسي كيبش كنعملولو اذا هاد الخماسي هو طبعا الفيل اللي فيه تهو كيكون الاصل ديالو ثلاثة الحروف ولكن كنزيدولو جوج ديال 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 اضافات ديال الحروف باش كيرجع خماسي مثلا اما غديكون خماسي بالتضعيف حملة تحملة كنزيدو حرف الميم هنا وكنكن ديرو الشدة لان التضعيف وكنزيدو بالتاء اذا هاد المزيد بالتاء والتضعيف خماسي مضعف العين تحملة تفعالة recuerد تحمل والتضعيف المصدر الخماسي مبدو بهمزة الوصل كنخلي وهكك وكندلو التون انفلة في لات انتصر انتصار انكسر انكسار يعني دائما انفعلا فعالا فعالا تفعلا تفعلا فعالا على وزن انفعلا اقترفا يعني دا خماسي تبا بهمزة الوصل يعني على وزني افتعلها هذا انفعلا وهذه افتعله حيث انفلت انتصر وهذا اقترفا اقترفا يعني افتعله على وزني افتعال إدادة الخمس سهل إئدادة الخمس سهل يفعل لف علالن. هدك يكون تلاتي مزيد بحرفين. يعني بالتضعيف وب الهمزة الوصل. اذا المصدر في كلمة اه ما نديروش هدا لان هدا هدي دي المصدر الصناعي مزا ما وصلنا لوش. كين الفعل تحدى? تحدى في المصدر يكون نفس حروف الفعل الماضي مع كسر ما قبل الاخر. يعني هاد الفعل تحدى غير نحن غادي نكسروا ما قبل الاخر. يعني تحدى غتولي تحدى. وقلب حرف العلية هديك حرف العلية لا تكون تحدى تحدى غادي تحدى. اذا اهنا اقول لكم تحدى. غادي تحدي غا发 ا logيها شفر تحدى. غا breakdown هو تحدى غادي تجبروهم. ايه غادي قلنا كنعرفو الطريقة كيفاش غادي نشتغلو. هادي نشوفو ده بقلنا. السوداسي السوداسي هو بحل خماسي هو سهل الفعل السوداسي هو الفعل يكون الأصل دياله ثلاثة ولكن مزيد بثلاثة ديال الحروف إذن مثلا اقشعرة 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 السوداسي ستكون هنا على وزني إفعل الأقشعرة بحسب القشعرة السودس وำ الوضع إفعل الأقشعرة رباعي كما يزيد بحرفين هذا الوضع لم يكون عادة لا تدخلت ديال الوضع يجب ان يقول قشرة ولا قشعره ولا قعاشا قعاره لا الاصل دياله هو قشعره قشعره اذا هو احسب قشعره قشعره احسب قشعره اذا اقشعره هو ان شعر دياله كما قلنا اقشعره احسب القشاره افعال اللا ورباعي اذا قشعره اقشعره قشعره اقشع راه اففر انقع حقشعره قشعره افرانقاع كان وحد قصيدة وحد البيت شعري ما لكم تغخرتم عليك اخيركم اف فرنقعو مبقيتش عقل عليها وتقريتها مني كنت في الاعدادي ومبقيتش عقل عليها بزاف ولكن ده بنجيبها لكم فيش فيديو اخر نقولها لكم اف فرنقعو اف عن لالا اف عن لالا هيا اف عن لا اف فرنقعو اف عن لالا طافي حلي كتعودو هدو الوزن دي المصدر هاد يعني هاد الحروف تحطوهم تحولو انكم تخرجوا المصدر من دك الوزن دي هاد استفهم استفعال استفهم وادي كتعرفوه اخضر افعال ثلاثة مزيد بثلاثة احرف هذه ممكن قوله ثلاثة مزيد ان الاصل ديال الفعل خادرة زدناها ثلاثة الاحرف زدناها الهمزة وزدناها التضعف وزدناها الالف ثلاثة الحرف اذا اخضر افعال افعال الوزن ديالو او لا يساغو على وزن افعال هادي القاعدة تقول لك هل عندك على وزن افعال افعال اذا احنا عنا اخضار اخضرار 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 اعشو شابة يعني ولا في العشب بزاف شي بلاسة مثلا اللي عمرت بالعشب كان قولو لقد اعشو شابة هذه الحديقة افعو ولا لا افعو عال على وزن افعال اعشو شاب هادو قليل في نعطوهم لكم ولكن لا ضرر ان احنا نعرفوهم كاين استعانة على وزن استفعال استعانة هاد استعانة هاد استعانة انشوفوه وتولتي مزيد بثلاث احرف الفعل هو استعانة الاصل في الفعل استعوانة الاصل في الفعل انك يكون عنده الواب استعوانة ولكن ما جدي جي راكيك استعوانة جي راكيكة فهنا المصدر على شك على وزن الاستفعال بكسر ثالته وزيادة الاف قبله ثم تنقله الى استعانة التغيير الحاصل نقلب حركة عين الفعل الى الساكن الصحيح قبلها و حدفناها يعني هنا غريب نقول لكم كيفاش انه استعانة ولت استعوانة ورجعت استعانة حدفنا الواب اذا هنا غادي نشوفو استعادة استعادة تهي ربح الاستعانة كانت استعواذة انا نشرحها لكم ثلاثين مزيد بثلاث احرف اصله استعيادة استعيادة استعادة استعيادة يستعيدو بلي كاردو باش كنعرفو وش كالاصلية للواو او لليا كاردوها المضارع استعانة يستعينو استعادة يستعيدو استعادة على وزني استفعالة لان الاصل هو استعيادة استعادة يستعيدو استعيادة على وزني استفعالة استعادة بدلنا الياء ألف لانا باش مجيش ركيكة حيث قلنا بانك تكون الكثرة ما قبل استعيادة يعني مو ما غريش يمكننا من اجل تخفيف تخفيف استفعالة استفعالة لتجنب الاستثقال دائما من اجل التخفيف وتجنب الاستثقال غادي نكون سرينا مع المصدر هنا غادي نقول لكم بان المصدر كي المصدر الاصلي اسم المصدر كي المصدر الميمي كي المصدر الصناعي كي المصدر المرة كي المصدر الهيئة ن secretary اسم المرة اسم المرة اسم المرة Science هو مصدر مصوغ من الفعل للدلالة على حصول الحادث مرة واحدة. اسم المرة غير من المعنى دياله غير من السمية دياله وباين. الحاجة اللي يعني الحالة او الفعل اللي كيكون كيدل على حصول واحد الحاجة مرة واحدة. مثلا جلسة. واش متلا مي كتجلس? واش كتبقى توقفوا تجلس وتوقفوا تجلس مرة واحدة. تقولوا جلستي جلسة يعني انا جلسة واحدة لجلسة متلا في واحد المكان كان ناكل ولا كان نشوف الغربة الشمس او لا. جلست جلسة على وزن دياله فعلة. جلسة فعل تولاتي. اذا كين اسم المرة غادي نشوفه بالنسبة للفعل التولاتي كيفاش وبالنسبة الفوق الفعل اللي ماشي تولاتي كيفاش. الفعل التولاتي يصاغوا اسم المرة من الفعل التولاتي على وزني فعلة. يعني جلسة جلسة. اه نضارة نضارتان. صافي? على وزني فعلة. إلا كانت عندكم فعل تولاتي وقال لكم اعطوني اسم مرة. فا غادي تصاغوه على وزني فعلة. إلا لقيتوا واحد المصدر اللي غايدهار لكم انتم ما غا تحسوا بانا. انتم ما غا تدوزوها كمي. وش هدي اسم الهيئة لا اسم المرة لا اسم مصدر صنع. مصدر صنعي لا مصدر ميمي لا مصدر عادي. دولك هنا غادي بلكم. غادي تدوزو اليوم غادي كشير قريته. وغادي تعرفوا شنو هو الفعل اللي اشتقت منو متى اول غا تشوفوا الفعل اللي اشتقت منو الكلمة. وغا تعرفوا شنو النوعة ديال. المصدر اللي. واش اسم مرة ولا اسم هيئة ولا ولا اولا مصدر اه عادي. يعني مصدر اللي كان قولوا احنا المصدر مصدر اصلي. اولا ميمي اولا صناعي. غا نعرفوه دك الصعب دك طريق. انشوفو دابا. إلا ما كانش عندنا فعل طولاتي. كان عندنا الفعل فوق طولاتي. إلا كان عندنا فوق طولاتي. شك نديرو. يصاغو من غير طولاتي على وزن مصدر فعله مختوب إذا استعلام بحث استفهمه أتعلم بحث هذا الفعل فيك استفهم استفعل إذا استعلام تتعلام استعلم استعلام ولكن هذه مصدر اسم مره اسم مره قلنا زيده التأنيت ما كيبقاش استعلام اذا قلنا استعلام سيكون مصدر مصدر اصلي لا هذا المصدر اسم مره اذا اذا مصدر اسم مره اذا هذا مصدر اسم مره إذا نرده للمصدر ديال الفعل العادي ونزيد له التاء إذا كان عنا فقط ثلاثي إذا ما عناش فقط ثلاثي فكيكون أوتوماتيك مو على وزني فعلا داكوخ نشوف دابا هاد اسم المرة إذا كان أصل المصدر مختوما إذا كان أصلا مختوما يعني مثلا رحمة راه كلمة ومصدر أصلا هو رحمة أصلا مصدر مؤنت رحمة رحمة تأديالو مع أن ما نديره عنده هنزيد لاتقتا رحمة واحدة رحمة مثلا واحدة مثلا ومربرة كرحمنا دائما وعلى طول ولكن رحم مثلا الإنسان مثلا القطة رحمتا واحدة من بعد ضربها صفي؟ ومن بعدها قام بضربها يعني رحمها مرة وحدة ومن بعد ضربها إذا كان أصل المصدري مختوما بالتأفع إن الدلالة على المرة تكون بوصفي المصدري لا بلفظه كان وصف المصدر بواحدة رحمة واحدة استدارة واحدة استدارة استدارة رحمة إذن رحمة تلاتي رحمة استدارة استدارة غير حنا باش من يكون عندنا هكذا ويكون المصدر ديجة ومؤنت معنا من أنتو فيه فكنزيدو هاد الكلمة دي الواحدة تمنى تكونوا فهمتوني غنشوفوا اسم الهيئة اسم الهيئة هي الهيئة الحالة اللي كتكون فيها إذن اسم الهيئة اسم الهيئة مثلا غادي نقول يصاغوا اسم الهيئة من الفعل تلاتي على وزني فعلة هنا على وزني فعلة وهذه على وزني فعلة جلسة فتح فتح فتحة اسم الهيئة فتحة وقف وقفة مثلا وقف الرجل وقفة الأسدي وقف الرجل وقفة الأسدي يعني بكسر الواحدة هنا اسم الهيئة يدلو على الهيئة التي كان عليها الفعل أثناء قيمه بالفعل فتح الباب فتحة نشوفه مثلا كيقولوا أنا منشريحة منشريحة انشراحة انشراحة الفعل اللي هو الأصل ديالو تلاتي شرحة ولكن مزنلو الألف والنون فولا مزيد مزيد بحرفين إذن هذا خماسي هذا غير تلاتي إذن شرحة انشراحة هنا يصعه اسم الهيئة من غير تلاتي مثل صياغة اسم المرة بحال صياغة اسم المرة من غير تلاتي بحال بحال استعلامة استعلامة انشراحة انشراحاتها إذن اسم الهيئة من غير تلاتي كيكون بحال بحال اسم المرة ما كيش الفرق ولكن في التلاتي لكيكون الفرق إلا كان جلسة كيكون في اسم المرة كي ندروه على وزني فعلة باش نقدر نفرق بيناته في اسم الهيئة كيكون على وزني فعلة يعني لا سمعتي وقفة عرف رأي اسم الهيئة سمعتي جلسة رأي اسم المرة نتمنى تكونوا فهمتوا هاتشي نشوفوا دبا المصدر الصناعي تلحق اسم تلحق هو ياء المصدر الصناعي هو الاسم اللي كتلحقه ياء مشدادة وتأنيت المربوطة مثل الحرية العالمية الصناعية المدنية الإنسانية هذه الإنسانية كلمة جامدة هذه من الكلمات الجامدة ومع ذلك ندير لها المصدر الصناعي يتشابه مصدر الصناعي والاسم المنسوب في بعض الجمل أنا مريغا نقرر لكم النسبة سننظر لكم على الفرق بينها وبين المصدر الصناعي إذن الاسم المنسوب في بعض الجمل أحيانا ويفرق بينهما كما يأتي مثلاً إذا قلنا الوطنية سلوك النبيل الوطنية هنا مصدر صناعي لأنها الاسم جاء مبسدأ في الجملة إذن بدأت في الجملة إذن هذا مصدر صناعي الوطنية سلوك النبيل إذن هذا علش لأن نبدأ به الكلام يتسم المواطن الحق بالسلوكات الوطنية هذا الوطنية هنا اسم منسوب جاء نعتاً أو لصفة في الإعراب إذن هذا يجي اسم السلوكات هي الوطنية أما هناك يضروع الوطنية بصفة عامة هناك يضروع الوطنية بصفة عامة وبدأوا بهالجملة هناك يكون مصدر صناعي أما إذا كان عندنا نعت فهناك يكون منسوب جاء نعتاً نستخلص أنه إذا كان الاسم المنتهي بياء مشددة يعني مشددة وتأنيت المربوطة نعتاً أو لصفة فهو اسم منسوب وغير ذلك فهو صناعي يعني إذا كانت جاءت في الخر وتابعة يعني جاءت نهت فما كتكونش مصدر صناعي ولكن كتكون اسم منسوب كيبكونش مصدر صناعي نعرف هادي دابن أعطيكم واحد اللي كنقوله واحد تقيوتا كيف نميز بين مصدر المرة ومصدر الهيئة كنشوفوه بالسياق بالفهم من سياق الكلام مثلاً منطلاقة كلمة انطلاقة نشوفوه وهي مصدر مرة إذا قلنا انطلق اللاعب انطلاقة هي مصدر مرة انطلق مرة وحدة يعني انطلق يدل على عدد المرات أو لعدد تكرار الفعل هو انطلق مرة وحدة موقعش كي انطلق ويعود انطلق ويعود انطلق هو انطلق مرة وحدة إذا قلنا انطلق اللاعب انطلاقة المحترفة فهنا كيورونا كيفاش هاد انطلاقك يعطيونا لااتا الحالة يعطيونا الحالة ديال هاد انطلاقه حالة الانطلاقه قالوا لك بان هادك الانطلاق اللي انطلق دك انطلق ذيك الالقى ديالشو واحد محترف يلا قال لك بان انطلق ديالشو واحد محترف معني؟ ان suitable العلقه يعني الهيئة اللي كان عليها الانسان او الليعاب اللي بغا ينتلق احبائي هادشي اللي عنا فهذا الطرس ديال المصادر. كانتمنى انكم تكونوا فهمتوهم زيان. وباناني استطعت اني نوصلكم المعلومات بطريقة جميلة وسهلة وسليصة. اه كيفما انا ده كان طمح دائما وكان بغي. شكرا على تتبعيكم احبائي. وحبكم دائما. كان فكر فيكم وكان قل يا ربي تعاونكم يا ربي تعاون عليكم. ومساء الخير الى الغد ان شاء الله يا رب.